انه قانون العفو العام خسر الكثير بخروج التيار الصدري من العملية السياسية لانه هؤلاء كانوا صادقين مع ناسهم مع جمهورهم وكانت مطالباتهم حقيقية لهم التيار الصدري عندما خرج الصدري لم يأبه احدا بمسألة التيار الصدري عندهم علاف من المعتقلين والمحكومين وكانوا جادين جدا وصادقين مع ناسهم وجمهورهم في المطالبة باصدار عفو عام عن انصارهم ومحتجزهم ومحكومينهم لكن انا تماما اقول وبضرس قاطع انه بعد تنحي المجموعة التيار الصدري لنوابهم البقية الاخرين اللي اشلشوا الوضع اربكوا الوضع تماما وضغطوا كثيرا من اجل اقرار هذا القانون اليوم لا نسمع لا نكاد نسمع لهم صوت اليوم توضع قوانين مثل قانون العفو العام كمقبلات على المائدة السياسية انا انا ابو ميثار انا شهد اليوم اجتماع لتحالف ادارة الدولة لم يكن قانون العفو العام وجبة رئيسية على المائدة السياسية التي فرشها زعيم السيادة السيد خميس الخنجر لباقي ضيوفه من الاطار التنسيقي ولم يكلف احد النفسه في ان يعني يجبر الاخرين لوضع قانون العفو العام ضمن اولويات هذه الجلسة الوجبتين الرئيسية اذا سألتني عنهم لم تتجاوز سوى الانتخابات المحلية واقرار الموازنة لم يكن قانون العفو العام ضمن طروحات الاخوة اللي نستغرب كثيرا حقيقة في البداية كانوا مصرين تماما على تضمينها ضمن البرنامج الحكومي لحكومة سيد السوداني قبل ان ترى النور وقبل ان تاخذ الثقة من المسنوات كانوا مصرين جدا وعملنا على ارضاء رغباتهم وتطلعات جمهورهم واستجبنا لذلك ووضعناها كاولوية ضمن البرنامج الحكومي لكن اليوم ليس الاطار التنسيق هو من حث على وضع هذه الاولوية اي اكو ناس اكو كتل سياسية اكو جهات هي اللي وضعت ويجب ان تتابع للاخير ابو ميثاقان اقدر عليك انا معرف الرسالة التي تريد ان تقول بها ومن خلالها ان القوم في السر غير القوم في العلن وان القيادات السنية بما فيهم سعادة الاستاذ الكبير السيد خميس الخنجر حفظه الله ورعاه في اجتماع اليوم لم يتطرق تماما الى قانون العفو هو وبقية السادة الزعماء حفظهم الله وارضاهم الى قانون العفو العام بمعنى هل تريد ان تقول ان هؤلاء الزعماء حفظهم الله ورعاهم يشتغلون على خداع جماهيرهم وبالتالي انت تريد ان تدفع التهمة عن الاطار التنسيقي والذبه برأس الولد الزعماء له ايها الحقيقة لا لا هو لا لا منذبه برأس احد لكن استاذ نجم انا يعني تعودت مع حضرتك ومع جمهورك قناة تغيير على الصراحة دائما ويشهد الله هذه الامور يعني تنكأ الوجدان والضمير الانساني كثيرا لكن انا اقول اليوم امام حضرتك وعلى الهواء مباشرة ونملك الشجاعة نتحلى بشجاعة عندما نطلق اراءنا امام الناس ولا ولا نخاف ولا نتراجع عبدا انا اقول لو كان احد ابناء او اخوة هؤلاء القيادات خاصة في السيادة الاخوة المحترمون بشقيهم العزم وتقدم لو كان احد ابناء قياداتهم او احد اخوتهم في السجون لا قامت الدنيا ولم تقعد لكن من هو الذي في السجن في السجن الناس الفقراء هنا اضع بين هلالين من غير المجرمين الناس الذين لم تتلطخ ايدهم بدماء العراقين هؤلاء فقراء ومن عوائل فقيرة وابتلوا بهذه الامور يعني لأمر او لآخر وحتى التفاصيل متعبة جدا ما اريد اطرق الى هنا لكن اقول ما تتوفر المصلحة لدى صانع القرار السني مع كل الجلالة والتقدير والاحترام للأسماء الكبيرة التي تتداول الشأن السني وتطالب تحمل مطالب والهم السني امام الاطار التنسيقي وامام الكرد وامام العالم هم لا تتوفر لديهم مصلحة في هذا القرار هذا القانون لو كان يعنيهم ولهم مصلحة فيه كان تابعوه وكان يعني وضعوه على الطاولة بشكل الاساسي الذي يجب ان يكون عليه يجب ان يكون مادة اساسية مو مقبلات لكن اليوم اولاد الفقراء هم منهم منحاس بيهم منيدر بيهم اختمني القول انا اقول لك يعني لو كانوا الصدرين باقين فيه مرس النواب لكان الوضع اختلف تماماً اشتركوا في القناة